في عالم مصريات أمريكي قال أن في التاريخ اللي درسنا هي أول امرأة عظيمة فيه حتش بسوت حتش بسوت هي خامس ملوك الأسرار 18 هي كانت بنتة حتمس الأول أمها هي الملكة أحمس جدها هو الملك أحمس الأول وكانت عندها أخ مش إيه اسمه تحطمس الثاني من أبوها وده جابت منه ولد مات بسرعة وبنتين في الفترة دي كانت التقاليد وحتى الكهنة بيستنكروا أنه واحدة ستة هي اللي تمسك الحكم فإزاي هي مسكة الحكم حكمت فترة مع أبوها قبل ما يموت وبعد ما مات كان لازم أخوها تحطمس الثاني هو اللي يمسك الحكم اتجوزته وكانت هي اللي بتحكم من وراء السطار لأنه شخصيته كانت ضعيفة ومات وهي شابة وكان معيها منه بنتين بس لكن كان عنده ولد اسمه تحطمس الثالث من واحدة من الجواري ومسك تحطمس الثالث الحكم لكنها قالت لأن أمه مش ملكة فهي اللي هتكون الوصية عليه عشان تقنع الشعب أنها تقدر تحكم مصر بدأت أنها تطلع قصص زي أنها بنت الإله إيمان وأن أبوها عاهد لها بالحكم من وهي صغيرة وفي ناس قالت أنها عملت حزب كان ضد الملك والملك الصغير ده قعد فترة مقدرش يحكم البلد فيها فأخيرا مسكت الحكم منفردة لكن اهتمت أن تحطمس يتربى تربية عسكرية وبقى قائد للجيش في عهدها بالنسبة لحكمها هي جدها الأكبر كان الملك أحمص الأول هو حرر مصر من الهكسوس وهي جمالت شغله وقضت على أثار العدوان بتاع الهكسوس على مصر في الفترة اللي احتل فيها الهكسوس مصري كانت طرق التجارة الدولية بتاعة مصر اتحطمت فهي أعادت تأسيسها وبنت أسطول بحري وبعتت بعثات لبلاد زي بلاد بومت اللي هي الصومال وجنوب اليمن وفتحت مناجم والجيش المصري فعهدها كان قوي جدا لكنها استخدمته بس علشان تقوم بحملات تقديبية لو في مدن صارت ضدها لكن مستخدمتهش لفتوحات عسكرية برا مصر الاستقرار في مصر والسروة اللي هي كونتها خلتها تقدر تعمل مباني رفعت من مستوى العمارة المصري يقال إن مفيش مطحف مصري رئيسي برا مصر ما فيهوش أثار لحد شبسوت وخصوصا مطحف مدينة نيويورك ده فيه قاعة مخصصة لتمثلها إلى جانب المثالات اللي اتعملت في أحدها فيه أكبر مسلة في اللقصر دي بتاعتها كان فيه مسلة أمرت ببنائها لكن لما خلصوا أوجه منها كان فيها شرخ ما كاملوهاش ويسبوها في مكانها اسمها المثالة الغير مكتملة شكل المثالة دي مع الرسومات اللي على المعبد حد شبسوت هي اللي بينت إزاي كانت المثالات بتتعامل زمان المعبد ده منحوط على المنحضرات الصخرية مباشرة ومنحوط من ثلاث توابق معمول قرب مدخل وادي الملوك وده كان أكبر بناء في المكان ده وكان فيه ملوك بيقارنه اللي هم قدموا أو اللي هم بنوا بالمعمارة اللي حصلت في أحدها حد شبسوت وقال إن اللي بنى المعبد بتاعت شبسوت اسمه سنة المط وده كان فيه قصة حب بينهم علشان كده هو بنى نفق من مقبرته لمقبرتها وبعد ما ماتت حصل تشويه للأثار بتاعتها ومحو الإسمع من عليها في ناس قالت إن كان فيه ملوك بيحاولوا ينسبوا إنجازتها ليوم هم وفي ناس قالت إن ده كان تحطمس الثالث لأنه كان بيكرهها هو أو ابنه بس العلاقة بين تحطمس الثالث وحد شبسوت فيه إشاعات كتيرة عليها وكلام متناقض إلا إن هي إزاي هتخلي واحد من أعدائها يكون قائد للجيش في أهدها فيه كمان بالنسبة لوفاتها طلعوا إشاع عن تحطمس الثالث هو اللي قتلها لكن لما لقوا الممي بتاعتها طلع إنها ماتت موت طبعيا كان عندها 55 سنة وإن كان عندها السكر وكانت بدينة وكانت عندها عيب خلقي في إيديها كان فيها ست سوابع مش خمسة فكانت طول الوقت بتلبس قفزات مطرزة بالأحجار الكريمة وكمان شعرها لسه موجود إلى جانب إنها ماتت بالسرطان في تاريخ مصر القديمة هي ما كانتش أول ولا آخر الملكات اللي حكمت مصر لكن فترة حكمها كانت الأطول وقطعا كانت الأعظم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا القرص